السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع فيديو اليوم هو موجه بشكل خاص للسوريين ولكن قد يكون أيضا مفيد للأخوة العراقيين اليمنيين أيضا في المعلومات اللي رح أحكيها اليوم قد تكون أيضا مفيدة للجميع أنا بهمني أنه اليوم رح أحكي بالموضوع يعني من وجهة النظر القانونية والمعلومات اللي تم نشره طبعا بعد قرار المحكمة الأوروبية اللي رح نشوف الآن تفاصيله ولكن رح أشرح أشياء مرافقة ومحيطة بالموضوع مشان نفهم القضية بشكل كامل جوهر الموضوع أنه الشخص اللي فر من الخدمة العسكرية أو ما خدم أصلا عسكرية في سوريا خدمة العالم وأجل لألمانيا وقدم لجوء هل يحق له بشكل أوتوماتيكي الحصول على صفة اللجوء؟ هون جوهر فكرة فيديو اليوم طبعا رح أحكي يلا شاء الله جدا مهمة يعني بالنسبة للسوريين أيضا تحديدا الموضوع هو أنه نحن بنعرف أنه الموجة الكبيرة أجت عام 2015 والناس قدمت لجوء في ألمانيا في عام 2015 حصلت 99.7% من الناس على صفة اللجوء يعني القراءة الأجاك من البنف مكتوب فيها فلوشلينكس شتاتوس تسو أكانت يعني تم الاعتراف بك كلاجع تأطوك صفة اللاجع هذه الكلمة قانونية إلى تبعات قانونية رح نشوفها هلأ عام 2016 انخفضت هاي النسبة إلى 58% حصلوا على صفة اللجوء والباقية حصلوا على صفة زوبسيديغا شوتس أخدوا يعني أخدوا الحماية الثانوية رح نشوف التفاصيل والفرق 2017 إذا خفضت مرة أخرى إلى 42% وبعدين إلى 38% في العوام التالية فعدد الناس السوريين اللي عب يحصلوا على صفة اللجوء عب تقل مقابل عب تزداد الناس اللي عب تحصل على صفة الحماية الثانوية طب شو الفرق بيناتهم أو شو يعني هالموضوع أنا ممكن ما حكيت فيه بالتفصيل بشكل كتير كبير ولكن هلأ صارت مناسبة نحكي عن هالموضوع طبعا المعلومات بشكل كامل هي لأنه منظمة قو أزول هي اللي رافقت القضية هاي اللي رح نحكي عنها في فيديو اليوم فلذلك المعلومات مشهورة عندهم بشكل كامل أنا رح أعطيكم المختصر المفيد الفرق بين الإقامتين بشكل عام الفلوشلينج شتاتوس انت حصلت على صفة اللجوء اللي بيحصل عليها الإنسان عادة لأن إذا بيكون ملاحق عرقيا طائفيا دينيا سياسيا يعني أنت شخص من طائفة مثلا أقلية دينية مضطهد في بلدك أنت شخص هذا قانون اللجوء بشكل عام حسب اتفاقية جنيف أنت شخص ملاحق عرقيا ملاحق سياسيا بسبب أراءك سياسي وقدر تثبت هذا الشيء بتحصل بألمانيا على صفة اللجوء الفلوشلينج شتاتوس يعني بتحصل على إقامة الثلاث سنوات والبصبور الأزرق أما في حالة السوريين تحديدا طبعا نحن نبقى نحن يعني شان ما نتوسع جدا بها القضية الناس حصلت لنا بشكل متزايد في العوام الأخيرة على حماية الثانوية يعني لم يتم الاعتراف بك كلاجئ في ألمانيا كصفة اللجوء قانونيا نحن عم نحكيها الله كصفة اللجوء لأنه في ميزات بين النوعين الإقامة فحصلت أنت على الحماية الثانوية يعني اعتبروا أنه أنت ما عندك قضية قضية شخصية خاصة فيك أنه أنت ملاحق سياسيا عرقيا طائفيا دينيا لأي سبب وإنما أنت شخص هربان من منطقة حرب حرب أهلية قانونيا في ألمانيا بيعتبروا أنه في سوريا بوجاك خيك حرب أهلية فأنت حصلت دخلت تحت حماية الميظلة الكبيرة لم يتم اعطاقك اللجوء صفة اللاجئ وإنما تم اعطاقك الحماية الثانوية من الحرب لأنه طالما أنت في سوريا بشكل أوتوماتيكي ستحصل على الحماية الثانوية من الحرب الفرق بين الإقامتين أو المزايا لماذا فيه فرق بين التنتين وماذا أهمية هذا الشيء صفة اللاجئ تحصل فيها على إقامة ثلاث سنوات وبصبور أزرق الحماية الثانوية تحصل على إقامة سنة وبصبور الفضي لاحقا بطلوا حتى يعطوا البصبور الفضي للناس وصاروا بعض الأوصلان فيها لم يطلبوا حتى البصبور السوري أنه أنت تجيبه فهون تبلشت بقى الميزات الميزة الثانية موضوع لم الشمل الذي حصل على صفة اللجوء قدر بكل سهولة أنه يعمل لم شمل لعائلته لعائلات الناس الأجد 2015 الذي حصل على الحماية الثانوية لاحقا ما قدر يجيب عائلته بسهولة وبالعكس تم إيقاف حتى لم الشمل نعف لمدة سنتين وبعدين استقنف وبعدد قليل بمعدل ألف فيزا بالشهر فهون صارت بيزات كبيرة جدا في فرق بين الإقامتين الإقامة صفة اللاجئ بتحصل بكل سهولة على الإقامة المفتوحة بشروط أقل بكثير أما الإقامة الحماية السنوية لازم تكون مشتغل ستين شهر ودافع تأمينات اجتماعية في ألمانيا ففي فرق بين ميزات الإقامتين أيضا ميزات يعني فيه فرق كبير جدا موضوع السفر اللي أخذ صفة اللاجئ والبصبور الأزراب يستطيع سافر ضمن الدول الأوروبية سواء سياحة سواء شغل سواء أي شيء آخر بكل سهولة تستطيع تعبر الحدود أما اللي حصل على صفة الحماية السنوية عطوهم البعض بالأول البصبور الفضي في التمديد البعض وسحبوا منهم والبعض طلبوا منهم حتى يحضر البصبور السوري فأنت صويت بس على الإقامة فأنت في بعض الدول الأوروبية ما بدل تتخلق أو تسافر عن طريق المطارات لأنه بدلهم بصبور فأنت حتى حرمتنا السفر حتى التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي منطقة الشنغن فهي الميزات الكبيرة لبين الإقامتين هاي كمقدمة هلا للموضور رح نحكي عليه طيب هلا كثير من الناس أجيت لألمانيا قدمت لجوء فذكرت كسبب للجوء سواء المحكمة الورقية القديمة أو اللي صارت حضر محكمة كاملة مع قاضي وهذه الأشياء فتب تنسأل لماذا تقدم لجوء في ألمانيا بدأت تعطي أسبابك قالنا الأسباب للحصول على صفة اللاجئ البصبور الأزرق حسب اتفاقية جنيف هو إضطهاد العرقي الطائفي الملاحقة السياسية يعني أنت شخص ملاحق سياسي أنه أنت معارض أو ما شابه ذلك فبعض السوريين الأجوة لألمانيا قالوا أنه نحن هربنا من العسكرية سواء يعني ترك العسكرية أو حتى ما راح على العسكرية وهرب أجا لألمانيا خلينا نقول فهذا الشخص هو كان يعتقد أنه بشكل أوتوماتيكي بيحصل على إقامة اللجوء في ألمانيا صفة اللاجئ يعني البصبور الأزرق الميزات الممتازة اللي حكينا عنها ولكن تفاجأ العديد أنه ما حصل على بشكل أوتوماتيكي لمجرد أنه هربان من العسكرية على صفة اللاجئ طبعا قانونيا حسب يعني قرارات البنف فتم ما تم إعطاؤه صفة اللاجئ تم إعطاؤه شو رجع الدخل تحت مظلة الحماية الكبيرة لأنه بسوريا في حرب فتم إعطاؤه صفة الزوبزي ديغا شوتس الحماية السنوية وأخذ إقامة السنة وقلنا الميزات الثانية اللي تعتبر أسوأ من ميزات إقامة صفة اللاجئ فهون أجت الفكرة طيب العديد من الناس يعني أنت في المحكمة لما قدم طلب لجوء العديد من الناس ذكرت سبب اللجوء أنه أنا هربان من العسكرية مثلا أو ما ليحابب أروع العسكرية هلا من حيث المنطق مبدئيا يعني مو كل شخص في أي بلد في العالم مو حابب يخدم جيش في بلده يعني هو واجب وطني في كل دول العالم ما يحابب يخدم جيش في بلده بيحمل حاله بيجي للمانيا بقدم لجوء وبيأخذ إقامة يعني لازم يكون فيه موضوع ناظم لهذا الموضوع فالبنف أوتوماتيكيا للسوريين تحديدا طبعا نحن نحن نحكي عن السوريين ما كان بيعتبر هذا سبب كافي للحصول بشكل أوتوماتيكي على صفة اللجوء هذا لا يعني أنه البعض ما حصل عليها حصل عليها أيضا الكثير ولكن ليس بشكل أوتوماتيكي أنه خلص أنت كذكرت في المحكمة أنت هربان من العسكرية فبشكل أوتوماتيكي بتحصل على البصبور الأزرق صفات اللاجئ لا ما تم هذا الشيء الآن الشيء الجديد اللي صار هو سبب الفيديو كمان أن المحكمة الأوروبية العالية التي هي أعلى محكمة أيضا في أوروبا حكمت بأنه تحديدا يعني الآن أنه يمكن اعتبار أنه الشخص الفار من خدمة العلم من العسكرية في سوريا مثلا هو يعني المفروض يحصل على صفات اللاجئ يعني هي هون الفكرة لأنه الشخص سوري أجأ عام 2015 لألمانيا قدم لجوء انتظر سنتين 2017 طولة القرار البنف أما عطوا صفات اللاجئ عطوا صفات الحماية الثانوية قدم اعتراض رفع دعوة للمحكمة الإدارية في هانوفا تم الآن نقل الموضوع إلى أوروبية غيشتسو في المحكمة الأوروبية العليا اللي حكمت الآن أنه لا في هالحالة تحديدا يعني إذا الشخص كان مثلا خايف يعني أنه هو إذا أنا خدمت جيش في بلد فيها حرب وهالأشياء ممكن أنا أضطر أرتكب جرائم حرب جرائم بحق الإنسانية أي شيء ممكن أنا لأنه تخلفت عن الخدمة يعني ممكن أتعرض لعقوبة أكبر من العقوبة القانونية عزا يعني في كل دولة في العالم الشخص المبيرو على العسكرية إذا تخلف عن العسكرية في العقوبة قانونية بقانون بلده ولكن إذا كانت العقوبة المتوقعة أكبر من ذلك غير العقوبة القانونية يعني أنه يتعرض مثلا للتعذيب أو هالأشياء فممكن هذا يكون سبب لإعطاء اللجوء في ألمانيا فهذا الشيء الآن اللي كان لا يعتبر بشكل أوتوماتيكي أنه هو حق بالحصول على صفة اللاجئ لمجرد أنه انتهى أرباء من العسكرية وقلت هذا الشيء بالمحكمة وإنما المحكمة الأوروبية قالت لا في هالحالة تحديدا للسورية الشخص الهرباء من العسكرية المفروض المفروض أنه يتم اعتبار أنه هذا الشخص يستحق صفة اللاجئ وحكينا لماذا أنه هذا الشخص تحديدا قام بيرفع دعوة أنه صفة اللاجئ أفضل بكثير من صفة الحماية الثانوية كإقامة كميزات كمستقبل كأشياء أكثر ما نفصل فيها بهالفيديو طيب هذا الشيء شو معناتها الناس تسألني بكرة يغيروا الإقامات الناس لا هذا الشيء لا سيحدث هذه الدعوة تمت والمعلومات موجودة من قبل المنظم بخو أزول التي أكثر مرة سأتحدث عنها رفقت هذه القضية وساعدت هذا الشخص في رفع الدعوة من المحكمة الأوروبية لحتى كانت انتصار قانوني ممكن يغير أشياء كثير الآن ما هذا الشيء معناتها هل هذا يعني بكرة كل شخص في ألمانيا هون رح يرجع لأخذ إقامة الحماية السنوية سيسحبوها منه مباشرة البنف يعطيه إقامة صفة اللجو البصبور الأزرق لا هذا الشيء لا سيحدث بشكل أوتوماتيكي فعادة عندما يأتي قرار المحكمة خلال فترة قانونية محددة تطعن بالقرار تطعن بالقرار يعني أنا غير راض عن قرار المحكمة هذا وبدي أستأنف بدي أطعن بهذا القرار لا أنا بدي صفة اللجو لأن بعض الناس حصلت على صفة الحماية السنوية فأنت كان لك هالحق ضمن مدة قانونية محددة تطعن بهذا القرار عادة عن طريق محامي بيساعدك بهذا الموضوع إنه لا ليش عطيتوني صفة الحماية السنوية فقط هالإقامة الميزات سيئة أنا شخص المفروض تحصل على حق اللجو في ألمانيا فتقدر تطعن وتستأنف عن طريق محامي وترفع الدعوة ثانية طبعا اللي راح علي هذه الفرصة القانونية عدت فقضيتك أنت ما تنفتح بشكل أوتوماتيك لأن أنت أخذت هذه قانونية وممكن تكون حتى يرجع ست سنوات لورا لتغير صفة رغم أنه فهالمواضيع تحصيل حاصل بالنسبة له أما الناس اللي طبعا بدأ لسعب السنوات سنلمش من عائلت كل هالأشياء إذا تغير صفة الإقامة تبعيتك هذا يمكن يفيدها قانونيا فالآن شو سيصير طبعا يتمنوا منظمة بخو أزول وأيضا قرار المحكمة الأوروبية يتمنوا أنه يتم تعديل هذا الشيء في التعامل مع هذا الموضوع يعني أنه يتم لكل شخص يقدم طلب لجوء بطداء من الآن مثلا أنه يتم مراعاة هذا الشيء أو حتى الأشخاص اللي حصلوا على صفة الحماية ولكن بدنوا صفة اللجوء البصبور الأزرة وليس الفضي يعني أنه الآن يطعنوا بهذا القرار عادة طبعا مفروض أنه يستجد شيء في قضيتك يعني المحامي لا يستطيع يفتح قضيتك بشكل سهل وإنما يستجد شيء فالأفضل قانونيا أنه إذا حابب تعمل هذا القرار أنه تستشير محامي طبعا بكل أحوال ما الضمق أزول عبدال لأنه سنرى الآن من المحكمة الأوروبية العليا اللي هي أعلى سلطة قضائية طبعا في هالحالة يعني حتى فوق ألمانيا يعني في هالحالة قانونيا فهون أهمية يعني الموضوع حاولت أشرح لكم أنه الموضوع بشكل كامل يعني بتفاصيله طبعا في شخص قدم الآن والآن عنده فرصة طبعا أنه يتم تعديل إقامته هذا الشخص الحالة الفردية في هالحالة أنه يتم تعديل القرار من قبل البنف ما تم هذا الشرسة بس مفروض يتم بناء على قرار المحكمة الأوروبية أنه يرجع من صفة إلى صفة إلى صفة إلى صفة اللاجئ ويأخذ البصبور الأزرق وكلميزات وطبعا طبعا في تفصيل مهم بعض الناس لا تقول في المحكمة بشكل واضح وصريح أنه أنا شخص مثلا ملاحق لأنه هربت من الجيش أنت هالكلام تقوله في المحكمة بعض الناس لا تحس أنه لا يوجد فكرة عميقة عن فكرة اللجوء أو على أي أساس أنت تأخذ إقامة في ألمانيا فهذا الموضوع مهم جدا لازم نعرفه لأن كلامك اللي تقوله بالمحكمة أو سواء سابق المحكمة الورقية هو المهم هو العامل الحاسم في أنه حقيقي ومقنع وصحيح لحتى هذا الشيء يقرر كلامك يتم قرار يصدر أن تحصل صفة لجوء أو حتى الحماية السنوية أو لا تحصل على إقامة نهائيا بالنسبة لبعض الدول الأخرى فهذا مهم في بعض الناس إذا أنت قدمت لجوء وصلت للمانيا قاد يسألك لماذا أنت للمانيا لم يقلت أنه أنا ملاحق قانونيا ملاحق سياسيا أنا محارض أو ملاحق دينيا أو طايفيا أو عرقيا أو ما شبهزك راح تلطل والله سمعت بألمانيا كلنا سعب تطلع وعبوله فيه مصاري كثير وشغل وهنيك الواحد الإنسان بيغنى والحياة كثير حلوة وشانا يجي إلى ألمانيا هذا مو سبب لجوء إذا في المحكمة القاضي يطلع إذا حابب يساعدك لا يستطيع صفة لاجئ ماذا سيعطيك حماية سنوية يقول أن لا تنطبئ عليك صفة اللاجئ فترجع تحت حماية المظلة الكبيرة الحماية السنوية من الحرب بلدك في حرب شكل أوتوماتيكي سوري تحصى الحماية السنوية هذا مهم الزكاء القانوني هو شيء مهم يجب أن تبين أسبابك فما كان الشخص هربان بسلام العسكرية أنه بيّن أسبابه في المحك فالبان فتحجج بهذه الحجة فلازم تكون كلام واضح وقانوني ونحن هنا في دولة قانون تأخذ حقك بالقانون بس لازم تكون زكي قانونيا لماذا يمسك محامي لأنه محترف شغلته القانون يعرف مداخله مخارج القانون يعرف المزائب مهمة أتمنى أنك وضحت هذه الأمور بشكل كامل لكل العزاء التي تابعوا على القناة طبعا هذه المعلومات قد تكون لها تبعات مو بس على الأخوة السوريين يعني كمان الأخوة الآخرين من الدول أخرى يعني مثلا الأخوة العراقين مالك اللي بيأخدوا إقامات بشكل أوتوماتيكي بعض الناس من مناطق معينة بتاخد بعض مناطق أخرى ما أخدت يعني كمان هاي القصة يعني اللي نعرفها يعني كلياتنا فهي المعلومات يعني بشكل شفاف وصادق وحقيقي كما هي يعني فكرتي هي التركيز على المعلومات القانونية شو اللي صار قانونية الآن هالكلام أتمنى أكون شرحت شرحت لكم بالتفصيل وقفتكم من خلال هالمعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته